خلاصة ما ذكرته لكم في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية وفقا لما جاء في كلامهم في خطبهم في أحاديثهم صلوات الله عليهم في كل ما بينوه لنا في هذا الشأن وقلت لكم من أننا في هذا المستوى مداركنا محدودة لا نستطيع أن نصف الله بحسبنا وإنما نصفه كما يصفه المعصوم وبينت لكم من أن كل ما ورد عنهم يوصلنا إلى الحيرة المعرفية إلى الحيرة العلمية وهي غير حيرة الجهالة وهي غير حيرة الضلالة وقد سلت الضوء على جانب مما جاء في المناجيات التي بين أيدينا وقفت بعض الشيء عند مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد ووقفت بعض الشيء عند المناجات الشعبانية المروية عنهم جميعا صلوات الله عليهم ووقفت بعض الشيء عند دعاء يوم عرفة الذي جاءنا مرويا عن سيد الشهداء عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ووقفت عند هذه الكنوز المعرفية وعند هذه المناجم التي تفوح معرفة وعقيدة وطهرا تقودنا إلى أفنية النور في معرفة الله سبحانه وتعالى